هنا مطبخ أبو ساجد اليوم جبت لكم حلوة جديدة كما راكم تشوفوا حلوة جزائرية بحثة الحلوة هذه مقرمشة والسر قرمشة سوف نعطي لكم في وصفة كما راكم تشوفوا قسمنا حبة وذوقها بسم الله بسم الله ما شاء الله روعة 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 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم شاء الله قناة أبو ساجد أتت لكم بوصفة جديدة وهي حلوة الماء الماء الذي يجعل الحلوة مقرمشة الحلوة هذه فيها مقادير وفيها كيف التحضير ككل وصفة روحوا شوفوا مضانا كيف التحضير والمقادير روحوا شوفوا يالله روحوا يالله روحوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم البي الكريم الوصفة لدينا ملعقة مجون مش ماش ملعقة فانيلا لدينا ستين مليلتر زيت لنيس ملاعق لدينا ملعقة كبيرة زبدة لدينا فارينة أربعة كيسان لدينا بيض بيض لدينا بيضة كاملة ونصف كيس خميرة كمائية لدينا ستين غرام سكر أو ثلاثة ملاعق سكر روحوا شوفوا كيف التحضير هنا في الاسبيان نحط البيض أولا هي البيضة كاملة ثم نضيف بيض البيض وأصفر البيض نحتفظ به حتى ندين به هنا جبت قرس الملح حطيتها ونزيد السكر ونزيد ملعقة صغيرة فانيلا مملوئة أقداء ونزيد ملعقة زبدة الزبدة المفروض تكون ترية بحرارة مطبخ عفوا نضرب ضراب يداوي أو كهربائي نضرب هذه المكوهات حتى الدوب الزبدة وتتجانس المكونات نزيد الزيت ونضرب بالبطير ونضرب بالبطير ونضرب بالبطير كهربائي أو يدوي نضرب منعقة المعجون المعجون يجعلنا تلاسق ونضرب الزيت هذا سر من أسرار الحلوة ونضرب 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 ماء ونضرب ثلاثة ملعقة يعني يجب الحلوة مقارمشة يجب ماء دافئ ويضرب ثلاثة ملعقة ونضرب حلوة مقارمشة يترك هذا الماء ونضرب هنا نضرب صفية ونصفية ونضرب كقوس بالضبط ونضرب نضرب نصف كيس خمير نصف كيس خمير ونخلط جيدا حتى حصل العجينة تريع ونضرب فرينة كاملة لاني كنت مكيلها من الأول وعبالي كيلتها نحاول ندخل فرينة بالأصابع حلوة بسم الله بسم الله بسم الله نشرب كيس حليب بالله يبرك أنا أكملت هنا للعجينة تريع كما رأيكم نوعا ما تريع لا يبسى ولا يبسى ونضرب نضرب كيس بلاستيكي ونضعها في كيس بلاستيكي وننزع منها نصف آخر ونضع ونضع كيس بلاستيكي كما رأيكم لكيس تريع حلوة تريعية كيس بلاستيكي ونضع كيس بلاستيكي ونضع وهذا كيس بلاستيكي وهذا كيس الذي يزن فيه اللوبية أو الحومص أو العدس أو يعني 4500 يعني 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 الصاشية أو كيس هذي يرفض ونضع على ونضع عندي هذا المزين فالصابلي نشكلها دوائر ونضعها في السينية مباشرة بعدين نضع طابعة الهلال ونضع العجينة الهلال ونضعها كذلك في السينية نكرر العملية مرة أخرى نقوم بتناول العجين انا كملت الأخيرة ونضعها في السينية ونرى ما بعضنا السينية تكون مجهزة وبالحلواء كاملة كمنا الحلوات بسم الله نجيب بيضاء او سفار البيض ونضع فيه قطارات من حطر البندق حيث البندق يجعل اللون أسود وكذلك يعني فيه رائحة بسم الله وضوق ندهن الحلوة التيعي هذه ندهن بعدين نجيب بشوكا ونزين تزيين الخطوط في الدوائر لخطوط الهلاليات كما ترونها يعني نعجب عليها هكذا فقط يعني راح تجيزين التاحها ما شاء الله كيب طيب تكون هذه البيض هداك اللي فيه البندق يترك مكان يعني 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 تراس تزيين جزائر وما أدرك ما جزائر حبيبتي جزائر جزائر يعني فيه حلوات عدة بسم الله ما شاء الله يعني أكثر من البدن العربية كلها إلا يعني سوريا معروفة بالحلوات تيها أنا ندخلها الفورن 200 درجة خليه ربع ساعة ونحيه أنا كما تشوفوا حلواتي طابط القطوطي طابط نروحوا نشوفوا طبق التقديم أنا أنا راح أجيبكم بزاف 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 وتشوفوا الحلوة كيفاه يعني بسم الله ما شاء الله نقر ما شاء هنا طبق تقديم رواجد بسم الله ما شاء الله يعني كنت تزيينتنا الدوائر هديك وحطيت تفق منها الهلاليات كما راكم تشوفوا جادي كور ولا أرواع ولا أرواع وزيت ورود حمراء كما راكم تشوفوا هنا بسم الله ما شاء الله عمكم أبو ساجد يعني أتى لكم بوصفة يعني بسم الله ما شاء الله جربوها لولادكم في البيت حتى للضيوف ولملاء يعني هي وصفة بسيطة جداً واقتصادية تجعلكم يعني أنكم تضوقوها الآن يعني ليعجبوا الفيديو يشارك في قناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة